كل السنة وانتو طيبين معاكو عبير فؤاد خبيرة الابراج وعلم الاركام نروح بعد كده لبرج الاسد وموليد الاسد المولودين من 23 يوليو لغاية 22 اغسطس وبشوف انه السنة دي بالنسبة لموليد الاسد محتاجة منكو لتحمل المسئولية اكتر يعني حاولوا تتحملوا مسئولياتكم بشجاعة ومحتاجين انكو تشتغلوا بدقة اكتر عشان السنة تعدي بخير وما يتمسكش عليكم اخر فلو بدأنا بالنحية المهنية اشوف انه مواجهة المشتري وزحل ليكم من اول السنة ممكن انها تصير شوية ناس ضدكو ممكن تصير غضبكو تخليكو بتغضبوا بسرعة ممكن تكون عندكو حيرة وتردد في اتخاذ قرارات محتاجين انكو تنظموا افكاركو محتاجين انكو تكونوا منتبهين في شغلكو وتكونوا كمان منتبهين لحقوقكو حاولوا ما تغمروش ابدا السنة دي في توقيع الاوراق والعقود لازم لو كنتو عايزين او جايلكو عروض شغل ومطلوب منكو توقعوا اي عقود لازم تكونوا منتبهين اوي لحقوقكو انتو ممكن تكونوا عرضة بصراحة لضيح حقوق او ان حد يبقى معرضين لنصب او احتيال يعني فلازم تكونوا منتبهين اوي للحقوق بتاعتكو يعني لو عندكو شراكة في الشغل لازم كمان تكونوا منتبهين انكو مع شركاء العمل انكو تنظموا كل يبقى فيه وضوح كل واحد هيعمل ايه عشان ما يحصلش كونفلكت او يعني يحصل انه كل واحد ما يبقاش عارف دوره او يرمي عالتاني شغل اكتر فحاولوا تحددوا بدقة ووضوح دور كل حد فيكو عشان ما يحصلش مشاكل مع شركاء العمل حاولوا تتقسموا المسئوليات بعدل اكتر بالنسبة للنحية المالية حفظوا على فلوسكو وجود المشتري وزحل طول الوقت في مواجهة برجوكو ده بيخليكو عرضة لنصب واحتيال برضو في الفلوس فادرسوا كويس كل قرار كمان ما تتصرعوش في الشيرة ما تتصرعوش في قرارات البيع عشان يعني ما تضعش حقوقكو بالنسبة للنحية العاطفية المتجوزين يعني هو طبيعة الاسد انه بيعنده اسرار بتحبوا انتو اللي تسنوا الكوانين بتاعتكو السنة دي عندكو اسرار اكتر وده بيخليكو عرضة للصدام مع شركاء الحياة حاولوا انكو تعرضوا رأيكو بهدوء شوية وتكونوا مرينين وتحاولوا تسمعوا للطرف الاخر عشان الحياة تعدي بسلام بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين بشوف انه السنة دي عندكو طاقة هيلة للحب لكن انتو متطلبين برضو ده ممكن يبوز العلاقات ان انتو دايما عندكو اسرار انه الطرف الاخر يمشي على كوانينكو او يمشي بالطريقة اللي انتو عاوزينها وده طبعا ممكن يحلي الطرف الاخر يمشي يبعد ما يبقاش عاجبوا الحال ده فحاولوا تكونوا مرينين اكتر ومع ذلك انتو عندكو فرص حلوة للارتباط في اوقات معينة هقولكو عليها بس قللوا من الاسرار والمتطلبات بتاعتكم الاوقات الحلوة للارتباط هتكون من اول 23 مارس لغاية 19 ابريل ومن 8 اكتوبر لغاية 6 نوفمبر بس ادو لنفسكو فرصة وقت في الاوقات دي انكو تكتشفوا الصفات الحلوة في الطرف الاخر وما تقعدوش مركزين على العيوب وكمان في نفس الوقت ما تتسرعوش في حكمكو يعني خدوا وقتكو في دراسة الشخص الاخر بالنسبة للناحية الصحية بشوف انه مواجهة المشتري وزحل ليكو دي بتخلي في حالة عدم استقرار نفسي او المناعة تبقى ضعيفة فمهم جدا خلال السنة دي انكو تكووا منعتكو وانكو تهتموا اكتر بصحتكو ابعدوا عن اي فرص للعدوى يعني احموا نفسكم من العدوى وكمان حاولوا تبعدوا عن الحاجات اللي بتتسبب ليكم في توتر عشان تحافظوا على استقرار نفسيتكم وان شاء الله السنة هتعدي بخير باذن الله